موسيقى السلام عليكم في خضم المطبات والمصاعب التي تواجهها بلادنا العربية تتزايد التعقيدات في المشهد التونسي خلافات ما زالت قائمة حول الدستور البعض يدعو إلى اتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة بمنع التحريض المتعارض مع مبادئ التعايش السلمي واحترام الآخر في آرائه ومعتقداتها داعيا إلى اتباع اسلوب الإقناع بالحجة والبرهان بدل التحريض والبعض يقول بأن الخطاب الذي يسمعه من النهضة والذي يصفه بالمستهجن والمتفرد خال أنه لن يسمع مثله في تونس ما بعد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي حركة تمرد تجمع التوقيعات والبعض يتخوف من وضع أمنيا يقول مراقبون إنه ربما هو مقلق وغير مستقر إلى إنه يتجه الوضع في تونس وماذا عن السيناريوهات المحتملة وكغيرها من بلدان الشرق الأوسط كيف تتأثر بما يحدث في المنطقة من تطورات كل هذا سأناقشه مع ضيفنا مونير الشرفي الدكتور مونير الشرفي رئيس تحرير صحيفة الطريق الجديد التونسية أهلا بك دكتور لكن قبل البدأ بهذا النقاش اسمح لي بالإشارة إلى اغتيال المحلل السياسي السوري محمد ضرار جمع وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الدولية في المنظمة العالمية للمختربين العرب طبعا تم اغتياله بإطلاق الرصاص عليه أمام منزله في صرفاند جنوب لبنان كان معنا للتنويه كان معنا المحلل السياسي السوري في حلقة يوم الجمعة الماضية من آخر طبعا سنعرض له هذا المقطع من هذه الحلقة لو سمحت ثم سنعود لبدأ النقاش في الحلقة حتى أنا كنت قد أشرت في ذلك الوقت أنه جبهة النصرة موجودة في لبنان قبل ما حدا يحكي عن هذه المعلومات حتى تحدست عن عرسال أنا ذاك وعطينا أخبار للدولة اللبنانية والدولة اللبنانية كأنه ما عم تحكي في هالمجال أبدا كأنك ما نكون يا أخي عندكم معلومات عم نعطيكم معلومات هامة وين النيابات العامة وين مدعي عام تمييز وين كلكم من هذه الإجراءات نحن حريصين أنا شخصيا حريص وأطلب قدم معلومة بيكون عندي معلومات على حق اندباء شعبنا في لبنان ليه ما بتاخدوها بكل جدية إطلاق صواريخ من منطقة مرتفعة على الشياح أنا ذاك أن نالهم على أيضا أكثر من مرة أنه هي كلها عمليات لجابية النصرة طيب اليوم عملية بقر العبد عملية لا تخرج عن هذا الصياق حتى وإن كان فيه وراء إدارة أصابع إسرائيلية أو غيره بس منهم المنفذون هن هي الأدات والبيئة الحاضنة اللي أصبحت في لبنان واللي كانت تحت عنوان سياسة نائب النفس لا في نائب النفس ولا في شيء إذن نتقدم بالتعازي لأهالي المحلل السياسي السوري محمد ضرار جم ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان بفقيدهم نعود من جديد إليك دكتور مونير وأرحب بك من جديد أعذرني على التأخير بداية لو شاهدت معنا ما عرضناه الآن مسلسل الاغتيالات السياسية هل هو سيكون الوضع في هذه المرحلة شاهدنا أيضا اغتيال شكر بالعيد في تونس شكرا أهلا وسهلا أضم صوتي في البداية إلى صوتك وأعزي عائلة الفقيد وكل المثقفين العربيين والصحفيين الذين يعرضون حياتهم لاختار الاغتيال السياسي وهو شيء مؤسف جدا وينم عن أن بلادنا العربية بصفة عامة لما تستوعب بعد الديمقراطية الحقيقية التي تعتمد على الحوار وعلى الأقناع وليس على العنف وعلى الاغتيال وهذا شيء لابد أن نتجاوزه في أقرب وقت حتى نمر بمرحلتنا الانتقالية هذه في ظروف فيها أقل ما يمكن من العنف ومن الاغتيالات وإن شاء الله نحن في تونس مع الأسف عشنا أيضا اغتيال الشهيد المناظر الكبير شكري بالعيد وهذا الاغتيال أثر كثيرا في الحياة السياسية التونسية ونتمنى أن يكون آخر اغتيال من سبل تونس وآخر اغتيال مع اغتيال الزميل محمد السوري في المنطقة العربية كاملة حتى نتجاوز هذه المرحلة الانتقالية في أحسن الظروف إن شاء الله إن شاء الله دكتور مونير سأعود للحديث معك بالوضع التونسي الداخلي لكن اسمح لنا بأن نستعرض عنوين الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم ثم نعود لبدأ النقاش شكرا لك فتون نبدأ جولتنا على بعض عنوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم مع صحيفة السفير اللبنانية وفيها ثورة مصر تبدأ اختبار حكومة الببلاوي تشكيلة يسار وسط تعكس شراكة الثلاثين من يونيو هذا طبعا في الشأن المصري أما في الشأن اللبناني فعنونة هذه الصحيفة تعطيل الجيش اللبناني عملية انتحارية ضد الأمن الوطني أما في الشأن السوري فعنونة السفير روحاني للأسد سنواجه مؤامرات أعداء المنطقة من السفير اللبناني ننتقل الآن إلى الشرق الأوسط السعودية وفي عنوينها الأمم المتحدة أزمة اللاجئين السوريين الأسوأ منذ رواندا وفي الشرق الأوسط الحكومة المصرية تبدأ عملها اليوم بخمسة وثلاثين وزيرا سبعة قتل حصيلة صدمات حتى أمس والجيش المصري يعزز وجوده في سناء بموافقة إسرائيلية وفي الشرق الأوسط عمل الاستخبارات الأمريكي السابق يتقدم بطلب اللجوء إلى روسيا من الشرق الأوسط السعودية ننتقل إلى الوطن السورية التي عنونت بدورها روحاني للرئيس الأسد علاقتنا الراسخة دليل عزم لمواجهة المؤامرات الجعفرين قاتل الإرهاب نيابة عن العالم والقاعدة ستعلن دولة بالشمال والمعارضة يائسة دائما مع صحف العربية وننتقل الآن مشاهدين إلى الراي الكويتية التي جاء فيها المرشحون للداخلية نريد طحنا وفي هذه الصحيفة وساطة أمريكية لإخمادي نار مصر سبعة قتلى وعشرات الجرحة في اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضي من الراي الكويتية ننتقل الآن إلى الدستور الأردنية التي جاء فيها تعزيزات للمعارضة إلى دمشق واستغارات وأعدامات الحر القاعدة تعتزم إعلان دولة شمال سوريا أول أيام العيد وفي الدستور أيضا أحزاب المعارضة تتجه للمشاركة في الانتخابات البلدية هذه الصحيفة الأردنية عنوانت أخيرا الاتحاد الأوروبي اتفاقيات التمويل مع إسرائيل لا تشمل أراضي السبعة والستين ننتقل الآن إلى البيانة الأردنية أو البيانة الإماراتية وفي عنوينها محمد بن راشد يتفقد الإيرباس 319 أما العنوان الأخير في هذه الصحيفة فهو الجيش يضبط 19 صاروخ جراد متوجهة إلى القاهرة إلى هنا نصل إلى ختم هذه الفقرة شكرا لطيب المتابعة أما الآن فعود إليك فتون شكرا لك يا مايا وأنا بدوري أعود إلى ضيفنا الدكتور منير الشرف دكتور منير لو سمحت أنهيت جلسة مشروع الدستور الأولى وسط خلافات حول عشر نقاط هذه النقاط يعتبرها الكثير بأنها نقاط جوهرية ويتهمون الحبيب خضر وهو المقرر العام بالدستور بالتفرد بالصياغة هل سنشهد توافق لحل هذه الخلافات حول هذه النقاط أم أن الموضوع صعب أنت ذكرت عبارة التفرد بالصياغة فهناك من السادة وسيدات النواب من استعمل عبارة أخطر من هذه واستعمل عبارة تزوير علاج تزوير لأن الصياغة الدستور تتم حسب ما تم الاتفاق عليه داخل اللجان لأن المجلس التأسيسي متكون من عدة لجان وكل لجنة مكلفة بصياغة باب من أبواب الدستور اللجنة الصياغة مهمتها فقط أن تضم هذه الأعمال المنوثقة عن اللجان لكن يبدو أن حسب بعض النواب تم تزوير بعض النقاط معناها بحذف أشياء تم الاتفاق عليها وإضافة أشياء لم يتم الاتفاق عليها ويبدو أن سيد حبيب خضر ذهب إلى أبعد من ذلك وأنه أضاف باب كامل من نفسه فقط معناها بدون استشارة أحد وعرض هذا الباب ضمن المشروع المقدم للنواب فهذا أربك عمل المجلس وجعل التوافق داخل المجلس صعب جدا رغم أن تمت العديد من المبادرات التي توافق من أجل الدستور يستجيب إلى طموحات الشعب بأكمله بكامل أطيافه هذه المبادرات جاءت عن طريق الاتحاد العام توسي لشغل جاءت عن طريق رئيس الجمهورية المؤقت عن طريق عدة جهات أخرى وشارك في حوار وطني عدد كبير من الأحزاب والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني وتم التوافق حول العديد من النقاط لكن هذه النقاط لم يتم إدراجها ضمن المشروع المقدم اليوم يعني فعلا كان هناك تحريف في الصياغات إن صح التعبير في الحصول هناك تحريف بالضبط لأن سيد الحبيب الخضر هو طبعا ممثل حركة النهضة الحاكمة وحركة النهضة يبدو أنها عازمة على تمرير بعض المبادئ التي لا تتفق إلا مع أهداف النهضة فقط وليس مع أهداف بقية الأحزاب يعني في النقاط الخلافية التي اختلفوا بها على الدستور يقولون بأن هناك مشكلة في موضوع الحريات قانون الحريات هذا الدستور سيقيد الحريات أيضا سيكون هناك سلطة جمهورية أو سلطة حكومية على القضاء لن يكون القضاء قضاء حر إذن هل يمكن أن يتقبل الشعب التونسي يعني بعد ثورته على زين العبيدين بن علي مثل هذه المواد هل سيبقى الموضوع أقصد محصورا ضمن هذه الأحزاب أم أن الموضوع سيذهب إلى مدى أبعد عند الشعب هذا هو بيت القصيد فعلا لأن ما ترغب النهضة في فرضه على الشعب في نص هذا الدستور هو أهداف لا تتماشى مع أهداف الثورة التونسية التي قامت من أجل الحريات ومن أجل الكرامة ومن أجل دولة مدنية حدثية الشيء الذي أغفته النهضة بدون موافقة البقية الأعضاء وبقية الأحزاب هو أولا التقليص من الحريات وهذا شيء مرفوض ولا يمكن أن يقبله التونسيون ثانيا الحد من استقلالية القضاء وهذا طبعا أمر مرفوض وأمر لا يتماشى تماما مع مقتضيات العصر لأن القضاء غير المستقل هذا أشياء أصبح تجاوزه الزمن ولا يمكن أن يكون موجود إلا في النظم الديكتاتورية البالية وهناك شيء آخر طبعا هو تديين السلطة ما يعني تديين السلطة معناها أنه بعد ما تم الاتفاق على أن النظام التونسي سيكون نظاما مدنيا بالأساس وليس نظاما دينيا يعني أن الدولة المدنية التي تتنافى مع الدولة التيوقراطية هذا هو المطلوب من قبل الشعب التونسي لكن النهضة أرادت بكل الأشكال أن تضيف إلى بعض فصول الدستور ما يفيد بأن الدولة القادمة ستكون دولة دينية طيب كيف ستواجه هذه الرغبات أن صح التعبير من النهضة بتمرير قوانين معينة في الدستور هو في حقيقة معناها الشيء الذي نتخوف منه الآن هو أنه إذا كان صمدت النهضة أمام رغبات المعارضة فأن ذلك يمكن أن يقول إلى ما لا يحمد عقباه وما لا نتمناه الشعب التونس شعب مسالم حتى الثورة متعه قام بها بشكل سلمي ما ثم حتى تلقت رصاص انطلقت من مواطن تونسي في أيام الثورة ولا أي عنف العنف الوحيد جاء من طرف البوليس بوليس بن علي في ظرف ثلاثة أسابيع بحيث نحن الشعب يعني نقبل الاقتتال ونقبل العنف والإرهاب ولهذا إذا كان ثم إصرار كبير من قبل النهضة على تمرير هذه المبادئ فأنه قد نصدر إلى أن نخرج إلى الشعر بأشكال مختلفة إلى أن نثبت وجودنا ونثبت أن أهدافنا وأهداف ثورتنا ما هيش هذه وحركة تمرد في مصر كانت حركة مهمة جدا وكان لها تأثير كبير في تونس سواء على السلطة أو على الشعب فالنهضة رأت في حركة تمرد النوع من التهديد وهو تهديد حقيقي والشعب أيضا رأى في حركة تمرد المصرية حل من الحلول الممكنة قد يكون الحل الأخير قد لا نضطر له إذا كان تمكننا من التوصل إلى توافقات في الأثناء ولكن إذا كان مثل ما توافقات فأنه سنضطر إلى الخروج للشارع وربما قد تسيل الدماء نعم دكتور سأعود الحديث بالتفصيل أكثر عن موضوع حركة تمرد وما يحصل الآن من جمع للتوقعات لكن بما أنك تحدث عن الخروج للشارع وعن أنه من المعروف بأن الشعب التونسي لا يستخدم العنف نهائيا لكن ظهرت عدة أحداث عنف القسرين في عدة مناطق هل فعلا هناك تخوف من دخول جماعات مسلحة على خط ما يحدث الآن في تونس وتحويل الموضوع إلى موضوع مسلح كما في بعض البلدان أم أن هذا الأمر مستبعد هو غير مستبعد لأننا عشناه تم دخول بالفعل إلى تونس كميات كبيرة من الأسلحة وتم أيضا دخول إلى تونس عدد كبير من التونسيين الذين انتدبوا خارج تونس للقيام بأعمال إرهابية سواء كان في سوريا أو في ليبيا أو في أفغانستان من قبل إلى آخره يعني هناك في تونس نوات للعنف المسلح موجودة ومع الأسف يبدو لي أن السلطة التونسية ووزارة الداخلية بالذات لم تكن حازمة إلى حد كبير في الحد من هذه الظاهرة التي لم نكن متعودين عليها في كونس هل هناك أطياف معينة ممكن أن تنخرط في مشهد العنف أطراف تونسية معينة؟ شوف هو مع الأسف الشديد أن الحركات الإسلامية تؤمن بالعنف على كل الحركات التونسية وعددها كبير جدا ينبض العنف سواء كانت أحزاب أو مرضمات عمالية أو مرضمات حقوق الإنسان إلى آخره لأن الإسلاميون في تونس في أدبياتهم موجودة العنف في خطابهم اليومي موجودة العنف معناها قبل ثلاثة أيام يوم الأحد الماضي رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي يقوم بخطاب في الشارع بالميكروفون أمام يده ويقول في كلام ممكن تأويله بأنه دعوة إلى الاقتتال فإذا كان هذا هو الخطاب الرسمي لحركة النهضة وبعض الحركات الإسلامية الأخرى فنقول بأنه مع الأسف نتعامل مع الناس بالعنف والترهيب باسم الدين وهذا مرفوض حتى الدين يرفضه هل يندرج تهديد محمد بن نور زعيم حركة تمرد بالقتل قال بأنه مهدد بالقتل هل يندرج تهديده ضمن ما تحدثت أنت عنه أم أن الموضوع يأخذ سياقا آخر هو التهديد موجود وليس التهديد محمد بن نور فقط وأنه مات هناك قائمة طويلة من الأشخاص الذين وصلتهم تهديدات سواء عن طريق الهاتف أو الرسائل أو الوشيات إلى خيره قائمة المهددين بالقتل في تونس تطول يوميا إنما لحد الآن المرور إلى تنفيذ القتل صار مرة واحدة بقتل الشهيد المناظر الكبير الذي فقدناه الأخ شكري بالعيد وقتل الشكري بالعيد معناها من جملة النقاط الاستفهام التي تدور حوله وهو أنه لم يتم العثور إلى اليوم على قاتله ولم نشهد أي شيء يدل على من كان وراء قتله مع العلم بأن أكثر الناس يعتقدون بأن السلطة تعرف جيدا من وراء قتل شكري بالعيد بدليل أن حمادي جبالي رئيس الحكومة السابق صرح يوم واحد بعد اختيال شكري بالعيد بأن عندما نتحدث عن اختيال شكري بالعيد سوف نكتشف أشياء خطيرة جدا هذا ما قاله هو نعم وهذا يدل على أنه هو نفسه كان يعرف آه نعم هل كنت تقول بأنه نفسه يعرف من قتل شكري بالعيد هذا ما تقوله هذا ما فهمه الناس هذا ما فهمه الناس من تصريحه بعد يوم أو يومين من اختيال شكري بالعيد حينما قال بأن عندما نكشف عن حقائق المقتل شكري بالعيد ستكون هناك مفاجآت كبيرة وخطيرة جدا يعني مسؤول أول في الحكومة يقول هذا الكلام هل هذا دليل على أنه يعرف من قتل شكري بالعيد أم لا الناس الكل فهمك بأنه يعرف وإذا كان سيد حمال الجبال يعرف منذ 6 أشهر برأيك لا تتم متابعة الموضوع من قبل النهضة والحكومة التنسية لهذا السبب كي لا تكشف أمور خطيرة مثلا هذا هو اللي فهمناه لحد الآن وإلا كيف توشوف يعني الأمن التونسي أمن قوي جدا وكنا دائما نقول بأن نظام بن علي نظام بوليسي ونظام استخبارات إلى خيري وهذا صحيح والبوليس التونسي من أعتى المخابرات في العالم هل يمكن لهذا البوليس أن يفقد كل إمكانياته في ظرف سنة أو سنتين لا يمكن وإنا متأكد أن حدثة من هذا القبيل البوليس التونسي سيعثر عن قاتل شكر بالعيد كان بإمكانه العثور عليه والعثور على من ورائه من تنظيم أو حزب أو أي جهة كانت في ظرف ثلاثة أربع أيام أو أسبوع إنما اليوم مرت على مقتل شكر بالعيد خمسة أشهر ونصف وليس لنا أي خبر عن هذه الجريمة هذا شيء يثير الشكوك يثير الشكوك حول الرغبة الحقيقية من طرف السلطة بأنه تعلن عن الجهة التي قتلت شكر بالعيد سنعود لمتابعة النقاش دكتور مونير خاصة في موضوع حركة تمرد لكن اسمح لنا بأن نذهب في هذا الفاصل القصير ثم نعود إليك وإلى المشاهدين ابقوا معنا من جديد أهلا ومرحبا بكم إلى آخر طبعا سنعود لمتابعة الحوار مع ضيفنا من تونس الدكتور مونير الشرفي وهو رئيس تحرير صحيفة الطريق الجديد التونسي نرحب به من جديد لكن سنستمع إلى إقرأ الحدث ثم نعود إلى هذا الحوار الشرق العوسط بالثابت مقولة الانتخابات في تونس نهاية العام غير واقعية صرح الأمين العام السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أبو بكر بالثابت أن تحديد موعد نهاية العام الجاري تاريخا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس أعلان غير واقعي بالمرة ولا يخضع الاعتبارات الواقع السياسي التونسي وكذلك للظروف الضرورية لإجراء الانتخابات في أجواء شفافة ونزيهة ترضي كل الأطراف وقال للصحيفة أن هذا رأي خبراء القانون والسياسيين أنفسهم حيث أقر البعض بأن ذلك تاريخ يبقى مستحيلا ومن الضروري انتظار الثلث الأول من عام 2014 لعداد أرضية جدية لإجراء تلك الانتخابات الحياة العريان الجيش تصل بنا والسيسي رفض التفاوض مع قنديل كشف نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان للصحيفة أن رئيس الوزراء السابق هشام قنديل اتصل بوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي لطلب لقائه لعرض مبادرة لحل الأزمة لكن سيسي رفض لقائه وطلب الجلوس مع الإخوان ورد عليه أريد الإخوان ولا أريد الجلوس معك أنت العريان أوضح أن الجماعة أغلقت قناة الاتصال مع سفارة الأمريكية بعد أن حضتهم مرارا على قبول الأمر الواقع وانتقد الموقف الأمريكي واعتبر أن من يقول أن واشنطن تدعم الإخوان فهو كاذب واشنطن تريد أحد أمرين إما نظاما عسكريا صريحا أو من وراء ستار تستطيع أن تتعامل معه عبر المعونات العسكرية أو عبر استضافة القيادات العسكرية في مرامج تأهيل سياسي وفكري وعسكري أو نظاما إسلاميا على نمط المعروف في دول تتستر بشعارات إسلامية بينما هي تمارس سياسة حليفة لأمريكا لتحظى بحمايتها تايمز ربيع عربي أم مجرد فورة غضب؟ من ينظر إلى الربيع العربي نظرة متفائلة يقول إنه كان ثورة قام بها مثقف أطبقة الوسطى والليبراليون بمساعدة وسائل التواصل الاجتماعي لكن احتجاجات مصر الأخيرة أظهرت وجها مظلما جدا خسر الليبراليون الانتخابات أمام الإسلاميين فتحولوا إلى الجيش لسحق الديمقراطية التي وضعوا أسسها وهو أمر يدعو إلى الأحباط إذ من الصعب تقبل فكرة اعتقال رئيس المنتخب من قبل أشخاص من المفترض أن يكونوا ديمقراطيين الثورات في الشرق الأوسط لم تكن لبرالية أو ديمقراطية أو انتفاضة طبقات وسطى الربيع العربي كان كغيره من الثورات العالمية فورت غضب شبابية لهذا من غير المفاجئة أن تكون النتيجة فوضوية هذا ومن المتوقع أن تكون تونس أول دولة عربية من دول الربيع تنتج استقرارا ديمقراطيا بسبب تقاسم السلطة هناك إذن دكتور مونير من جديد أهلا بك حركة تمرد تقول بأنها جمعت آلاف التوقيعات وهي تطمح إلى مليوني توقيع في حال جمعت العدد المطلوب من التوقيع ما هي السيناريوهات المحتملة في تونس؟ ماذا سيتغير؟ يعني هل حركة تمرد في تونس هي حركة للضغط فقط في اعتقادي ولا أتصور أنه في تونس يمكن أن يقع مثل ما وقع في مصر إلا في حالة الإصرار الكبير من قبل حركة النهضة على البقاء في السلطة رغم كل شيء معناها ضد رغبة الشعب وضد القانون وضد كل شيء هو وجودها اليوم وهي تتكلم يوميا عن الشرعية وتدافع عن شرعية مرسي إلى خيره ولكن في الحقيقة هذه الشرعية مهتزة وهناك الكثير من التونسيين يقولون بأن السلطة الحالية فقدت شرعيتها علش فقدت شرعيتها لأن النص المرسوم الرئاسي الذي صدر لتنظيم الانتخابات انتخابات 23 أكتوبر في نفس النص هناك تحديد للفترة الزمنية للمجلس الوطني التأسيسي فعندما دعي الشعب لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي انتخب هذا المجلس لغرضين لهدفين اثنين لا ثالثين لهم الهدف الأول هو كتابة الدستور الهدف الثاني هو تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية والكل في ظرف سنة هذا ما ينص عليه المرسوم جماعة النهضة وحلفائها اليوم يأخذوا نصف النص أنهم عندهم السلطة وسيقومون بكتابة الدستور وتنظيم الانتخابات وينكرون نصف الثاني من النص الذي هو يحدد الفترة الزمنية لهم فلما يتكلموا على الشرعية هي شرعية منقوصة وشرعية الحقيقية الشعبية والقانونية انتهت يوم 23 أكتوبر الماضي انتهت الشرعية وحركة تمرد تريد حل المجلس التأسيسي وأنت تقول بأنه فقط للضغط لن تستطيع حل هذا المجلس من اللافت هناك معلومة من اللافت أنه تم تأسيس هذه الحركة أو حركة تمرد لجمع التوقيعات بعد انفاق مبلغ قرابة 140 مليون دينار تونسي نحو مليون دولار أمريكي على كتاب الدستور لم يكتب بعد والخلافات ما زالت مستمرة حوله حتى الآن تعليقك هو أنا أقولك هي وسيلة الضغط بالفعل هي وسيلة الضغط يعني أتت أكلها اليوم قبل أن تخرج إلى الشارع لأن حركة النهضة اليوم وحلفائها شعروا بالخطر وأصبحوا منذ أسبوع أو أثنين يتكلمون لغة جديدة بما فيها الرغبة في التجاوز الخلافات في الدستور والرغبة في التعجيل بالانتهاء من كتابة النص الدستور والتعجيل بتنظيم الانتخابات إلى خيره كل هذا المنطق الجديد يدل على التخوفات الجديدة التي أصبحت لدى النهضة وحلفائها خوفا من أن تكون حركة تمرد تونسية قادرة على أن تخرج إلى الشارع وتفعل بهم ما فعل المصريون برئيسهم السابق هذه الحركة لن تنجح كما قلت لماذا لن تنجح نحن نعرف أن هذه الحركة غير حزبية ولم تقبل الدعم المادي من أي حزب كي لا تحسب على حزب دون آخر لكن ألن يكون لها هناك نوع من الدعم المعنوي إن صح التعبير لنجاحها وهي تطالب بحقوق الشعب التونسي إن صح التعبير أنا لم أقول أنها لم تنجح لن تنجح قد تنجح بل بالعكس أنا قلت هي نجحت قبل أن تبدأ نجحت لأنها هناك تأثير لوجود هذه الحركة على سير العمل في المجلس وعلى سير العمل من قبل السلطة القائمة المعارضون في المجلس لا يمثلون أغلبية صحيح وأنما يقومون حاليا بضغط كبير على الأغلبية وعطوا مهلة إلى يوم 23 أكتوبر القادم أنه خلال هذه الفترة المتبقية لا بد أن يكون الدستور منتهيا بصفة رسمية ونهائية ثانيا لا بد أن تكون الانتخابات بدأت تحديد تاريخها إلى خيره إذا كان هذه الفترة وهي فترة صيفية ستكون معنها الضغوطات المعارضة الناجحة وتوصلنا إلى نهاية الدستور دستور مقبول ليس دستور مفابرك مثل ما هو الحال اليوم فأعتقد أنه من هنا 23 أكتوبر إذا لم تتملش هذا كل فالحركة المرد ستكون لها مستقبل كبير وستخرج إلى الشارع وستجد المساندة الشعبية الكبيرة وسيساندها أحزاب المعارضة والجمعيات والمنظمات إلى خيره هذا لا شك فيه هناك فترة أعتقد أنها ستكون فترة انتقالية إذا كان رضخت حركة النهضة إلى هذا الضغط فبها وإن لم ترضخ إذن السيناريو المتوقع في حال عدم قدرة المعارضة الضغط للحصول على دستور ملائم أو مقبول هو النزول إلى الشارع أريد أن أسأل هنا عن موقف الجيش الجيش في حال نزول الناس إلى الشارع هل سيأخذ موقف مثيل لموقف الجيش في مصر أم أن الوضع مختلف في تونس هو الجيش في مصر قام حسب اعتقادي كان موقفه سليم جدا وهنا أنا أعارض كل من يتحدث عن انقلاب عسكري في مصر لم يقع انقلاب عسكري في مصر الجيش ساند الشعب وطبق رغبة الشعب لأكثر ولا أقل بدون أن يأخذ السلطة الجيش التونسي قد يقوم بنفس العمل وقد قام بنفس العمل في 14 جنفي عندما أبعد بن علي عن السلطة يعني الجيش في ذلك الوقت نعم لكن البعض يقول بأن الجيش التونسي هو جيش جمهوري أكثر يعني أكيد جيش التونسي جيش جمهوري وجيش مستقل عن كل الأحزاب وجيش معناها نتصور أنه ممكن لا يمكن له إلا أن يقف إلى جانب الشعب وإذا كان شعب أراد الحياة فلابد أن يستجيب الجيش طيب هنا أريد أن أسأل عن موضوع فعلا أو تصريح لافت لضحي الخلفان يقول بأنه هناك ثمانية عشر شهرا حتى تسقط النهضة في تونس ابتدائي من اليوم منذ عدة أيام صرح هذا التصريح ضحي الخلفان رئيس شرطة دبي كما تعلم قال بأنه بعد 18 شهر ستسقط النهضة في تونس على ماذا يعتمد لماذا يصلح مثل هذا التصريح أنا شفت التصريح هذا والحقيقة معناها لم أفهم لماذا 18 شهر أنا أعتقد أن النهضة ستنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية مع الانتخابات القديمة لأنه شوف هو النهضة مسألة بسيطة النهضة كانت عندها نوع من الشعبية قبل الثورة هذه الشعبية من جاتها جاتها من أن الشعب يرى بأن هذه حركة مضطهدة وتم تعذيب وسجن عدد كبير من أنصارها إذن هناك فقط مسألة ذاتية مسألة بسيكولوجية فقط واليوم الحديث عن النهضة أو الحكم عن النهضة يختلف لأننا مارسناها مارسنا حكمها ورأينا أن في حكم النهضة حتى شيء ما تم تطبيقه من رغبات الشعب ومن أهداف الثورة بل بالعكس نلاحظ أن الوضع ترد كثيرا فالأسعار التهبت الديون الخارجية زادت وتفاقمت عدد العتلين على العمل زاد وقت الهي قالت بأنه تحل مشاكل التشغيل وإذا به عدد العتلين زادت كثيرا في السنة الماضيتين إلى خيره الآن الشعب لم يعد ينظر إلى النهضة بنظرة ذلك الحزب المضتهد لسخف ويبكي وإلى خيره هذا كل أمر انتهى واليوم أصبح ينظر إلى النهضة بنظرة الحاكم الذي فشل بل بالعكس هو أظهر الكثير من الفساد في التعامل اليومي في الهدارة بمعنى المحسوبية ما زالت موجودة هي النهضة أظهرت في عدد مناسبة أنها ضد حرية العلام نعم أفهم من كلامك نفهم من كلامك بأن الشعب لم يعد يحتمل النهضة بطريقة أو بأخرى لكن أريد العودة إلى تصريحات ضاحي خلفان يعني عندما يقول مثل هذا الكلام يطرح هنا تساؤل هل سيكون هناك دور خليجي مثلا لإسقاط حكومة النهضة ولدعم جهة أخرى على حساب هذه الحكومة مثلا كما حصل في مصر عندما تقولين الدور الخليجي أعتقد أنك تقصدين دولة قطر قطر والسعودية وعدد دول أخرى يعني السعودية كان لها دور في مصر قالت بعض الصحف الأجنبية بأن السعودية ساهمت في موضوع بعض الرئيس المصري كانت تتخوف منه وهي تريد إيصال السلفيين بدل الإخوان إلى الحكم هو معناها حتى نكون واضحين يعني دولة قطر ودولة السعودية دولتان قريبتان جدا من الولايات المتحدة الأمريكية نعم وأمريكا كان عندها معناها موقف واضح من التحول في دول ما يسمى بالربيع العربية وكان عندها موقف معناها لدعم الحركات الإسلامية باعتبار أنه حركات ربما تتستجيب إلى رغبة الشعوب العربية المسلمة والدولة الخليجية المكلفة بتنفيذ هذا البرنامج كانت دولة قطر التي ساعدت كثيرا الأخوان في مصر والنهضة في تونس على الوصول إلى السلطة بالمال بكل الوسائل اليوم وقد ظهر للعيان وظهر بالكاشف للأمريكان وغيرهم أن هذه الأنظمة فشلت في تسيير الدولة سواء كان في تونس أو في مصر يبدو أن الأمريكان غيروا نظرتهم للأشياء ولم يعودوا معناها مناصرين لهذه الحركات ومؤيدين لها فغيروا نوعا ما سياستهم ولما غيروا سياستهم استبدلوا الوسيط من قطر إلى السعودية لتقوم السعودية بدور آخر غير دور القطري السابق سنعود لهذا النقاش دكتور مونير لكن اسمحنا أن نستمع سويا إلى فقرة اقرأ تركيا ثم العودة إلى هذا الحوار من جديد حريات إشارات سلبية ما يسمى بعملية الحل للمشكلة الكردية تواجه إشارات مقلقة وإذا مضت الأمور على هذا النحو فستكون تركيا أمام عودة إلى المربع القديم وبنحو أكثر تدميرا ليس من جنازات لكن حزب العمل الكردستاني يعزز سلطته المركزية في المناطق والدولة تقف من دون أي خطوات على طريق الحل لقد انسحب 15% فقط من المقاتلين لكن التقارير تشير إلى وقوع 47 عمليات عنف في هذه الفترة والعمل قائم لمنع إقامة مخافر حكومي على الأرض ووثيقة الكردستاني الجديدة تعكس نزعة حزب مسلح المعركة مع حزب العمال الكردستاني ليست فقط مسلحة بل هي ضد نزعة السيطرة الشمولية التي يسعى إليها الكردستانية مليات نحو إسقاط حزب العدالة والتنمية رغم أن حزب الحركة القومية يتهم حزب العدالة والتنمية بنشر الشائعات لأضعافه في الانتخابات البلدية عام 2014 غير أن الحديث عن تحالف بين الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري المعارضين قد لا تبدو خيالية ما يجي تناقله هو أن كل حزب من الحزبين المذكورين يدعم مرشح الحزب الآخر حيث يستطيع النجاح ولسيما في إسطنبول وأنقرة وإزمير وسائر المدن الهدف هو إسقاط مرشحي حزب العدالة والتنمية ليس هناك من خطوة عضوية حتى الآن لكن لا دخان من دون نار وإذا حصل ذلك فستكون ناراً قوية السيناريو الذي يتداول في أنقرة هو أن أردوغان يريد في المبدأ أن يصبح رئيساً للجمهورية يشجعه على ذلك أن الحزب السلامي والديمقراطية الكردي يدعم الانتقال إلى نظام رئاسي لكن إذا لم تتحقق عملية تغيير النظام ربما يتكرر سيناريو 2007 وأن يعلن أردوغان تخليه عن هذا السعي وإعادة ترشيح عبدالغول للرئاسة فيما يعدل النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية بحيث يخد الحزب قيادة أردوغان الانتخابات النيابية عام 2015 ويبقى بالتالي رئيساً للحكومة بالصلاحيات الحالية الواسعة إذن دكتور نواد الحديث عن الانتخابات في تونس لكن قبل ذلك بما أننا تحدثنا عن تركيا في هذا التقرير هذا يأخذنا إلى موضوع الإخوان المسلمين في جميع الدول التي باتوا يحكمون بها كان هناك اجتماع في اسطنبول لقيادة الإخوان بعد سقوط مرسي وفشل الإخوان في مصر إن صحى التعبير يقال بأن راشد الغنوشي أصبح الرجل الثاني عند الإخوان المسلمين أو في القيادة كيف سيؤثر ذلك لكن النهضة نفت يعني نذكر هي فعلا نفت هذا الخبر وأعتقد أنه الخبر غير صحيح ولكن على كل الأحوال راشد الغنوشي كان دائما ناشطا جدا في الحركة الإسلامية العالمية واليوم أكثر من أي وقت مضى الحركة الإخوان والحركة الإسلامية العالمية في أشد الحاجة إلى أن تشد على أيدي بعضهم معناها لنظرا للتساقط الذي يحصل في هذه الأنظمة وهناك شعور من قبل الحركات الإسلامية العالمية بأن بعد ما كانوا يعتقدون بأنهم سيستحولون على الحكم في العديد من الدول اليوم أصبح الأمر مختلف وأصبحت لهم شبه عقيدة بأنهم في نهايتهم وأن الأمر لم يعد في صلاحهم وربما ينظرون إلى المستقبل بعين حائرة وهم يحاولون أنهم يجدوا حلول للعودة إلى السلطة وربما إنقاذ ما يمكن إنقاذه في تونس وفي تركيا إلى خيره طيب أيضا بما سمعناه الآن هناك جملة تلفت الانتباه في مقالي التايمس تقول بأنه الثورات أو الربيع العربي كان كغيره من الثورات العالمية فورت غضب شبابية لهذا من غير المفاجئ أن تكون النتيجة فوضوية كيف تعلق على هذه النقطة قبل أن نرجع إلى موضوع تونس والانتخابات التونسية لو سمحت النتيجة فوضوية لا هي الفوضى معناها هي بالحق موجودة ولكن الفوضى في فترة انتقالية فقط يعني لا يمكن أن نقول بأن الثورة أتت بفوضى فقط دكتور مونير على ما يبدو فقدنا الاتصال مع الدكتور مونير دكتور مونير فقدنا الاتصال إذن نذكر ببعض ما جاء في الصحف وهو مهم لهذه الحلقة حيث قال أبو بكر السيد أبو بكر بالثابت هو أمين الهيئة المستقلة للانتخابات السابق بأن الإعلان عن أن الانتخابات في تونس نهاية العام الجاري غير واقع كنا نريد الحديث مع ضيفنا عن هذا الموضوع إذا كان فعلا هذا الموضوع واقعي أو غير واقعي ومن يريد تأجيل الانتخابات ولمصلحة من عدت مواضيع كنا نود الحديث معها على كل حال وقت الحلقة أيضا شارف على الانتهاء نشكر ضيفنا الكريم الدكتور مونير الشرفي وهو رئيس تحرير صحيفة الطريق الجديد التونسية كنا نود سؤاله أكثر والمعرفة منها أكثر عما يدور في تونس لكن للأسف فقدنا الاتصال نشكركم أيضا مشاهدين كنا معكم في هذه الحلقة من آخر طبعا نلقاكم على خير بإذن الله السلام عليكم اشتركوا في القناة